والله قلت أدب منك ربنا يهديكي ولو على البيع انت بايع من عشرين سنة رد واقل عبدالعزيز على تصريحات شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وقال واقل في منشور لي انا مش هرد عليكي والله وقلت الأدب دي انت متعرفيش انا شلت عنك ايه وحميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بقى اقل خسائر لكن انت ما بتتعلميش ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه اي حاجة ربنا يهديكي ولو على البيع انت بايع من عشرين سنة واحنا اللي بنشتريكي وردت النجمة ياسمين عبدالعزيز على تصريح اخيها واللي بيتكلم فيه عن نبأ انفصالها عن زوجها احمد العودي ولكن بشكل غير مباشر لما قال لها يا بنتي احنا اللي بقيلك واحنا معاكي وفي ظهرك وقالت له ياسمين اتوكس انت ياللي بعت اختك واخدت عربية مرسيدس وقالغت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعة زوجها الفنان احمد العودي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وده بعد تعرض ياسمين لازمتها الصحية الاخيرة وبعد رجعها من سويسرا بعد ان خضعت العملية جراحية دقيقة ولكن على الجانب الاخر مازال العودي متابع لها وبيحتفظ السنائي بصورهم ولكن بتشير الانباء ومصادر مقربة عن انفصال السنائي ولكن هذا الشيء لم يصرح به حتى الان من الطرفين اشتركوا في القناة